أيها الأصدقاء عالم العمل والإبداع والهوايات عالم جميل لا ينتهي هيا نكتشف شيئاً آخراً اليوم الآن اليوم في مجال العمل وبالخصص التجارة وعلى سبيل الأخص منه التوزيع في التوزيع بالنسبة للمحلات التجارية لا الصغيرة منها ولا فوقها ولا المتوسطة ولا الكبيرة من أكثر الأشياء التي يحتاجها الناس وخصوصاً الأولاد هذه الأشريطة اللاسقة هذه سلاح خفيفة ما خف حمله وغلى ثمنه هذه يمكن للتجاري أو الموزع أن يقوم بتوزيعها على المحلات وهناك ربح يعني محترم منها خصوصاً إذا كتورت الأشياء أو الأعداد التي تبيع منها الشريط اللاسق يحتاجه أولاد المدرسة كثيراً وأيضاً الحرفيون ليس المهم في كثرة ما تربح ولكن المهم في أن تحافظ على ما تربح أيها الصديق أيها الصديقة فهناك من يربح خمسون دولاراً ويصرف خمسة وأربعون وتتبقى له خمسة دولارات وهناك من يربح عشر دولارات ويصرف إذنتين وتتبقى له تمانية خم من يترى من هو الأفضل والأغنى والذي سوف يكون ادخره جيداً شريط اللاسق الآخر هذا نوع صغير هذا هنا في المغرب مثلاً يصل إلى درهمين إلى ثلاثة دراهم عند صاحب المحل أو درهمين ونس وهذا هو الذي درهم وكلها صلاع صينية ممتازة من ناحية سهولة الاقتناء ولا إعادة التوزيع ماذا هنا في هذه العبوة وهي نرى هنا أداة قديمة جداً بدائية ولكنها استمرت مع الإنسان إلى يومنا هذا وهي البركار بركار الأولاد في المدرسة يمكنكم أيضاً هذه أن تقوموا بحملها فهي من الأشياء التي خف حملها وغالى ثمنها وليس غالى ثمنها ثمنها مناسب جداً ويعني غالى تفائدتها يعني يمكنك أن تحقيق منها شيئاً محترماً ثم ماذا هنا عندنا هنا عندنا الشيء الذي دمر أعواد التقاب هو للأبد هذه هي الولاعة الصينية هنا فيها هذه العبوة هنا فيها خمسون ولها تبع بدرها من ونصف في المغرب وهي أيضاً من الصين وممتازة يمكنك حملها وتوزيعها وتكسب بعض الرزق وليس بعض الرزق كما قلنا وليست تلك الكلمة التي تقال محاربة البطالة لها هذا عمل جيد ورائع فالتجارة هي من أفضل الأعمال على الإطلاق وكما يقول المثل الشعبي السائد التجارة تكسر سلاسل الفقر تجارة كترس سلاسل الفقر ويقولون من ترك له والده الدين يبيع لخلع له والده الدين الدين يبيع في الزيت والسردين يعني المعنى أن يتاجر في الزيت والسردين هي السمك هذه كناية عن هذا العمل تذكروا المهم ليس كم تربح وإن كان ذلك رائعا نعم ولكن المهم أن تحافظ على ما تربح إلى اللقاء أيها الأصدقاء ترجمة نانسي قنقر